موسيقى مشاهدين الكرام مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الخاص مع سعادة السفير الولايات المتحدة الأمريكية بصنعة السيد جيرالد فارشتاين الذي يتأهب لمغادرة صنعة بعد أن شرفت فترة عملي هنا على الانتهاء سعادة السفير وأنتم تتأهبون لمغادرة صنعة بعد مهمة تبدو قصيرة في زمنها طويلة في أحداثها أقول كان قد تردد بأنه جرى تمديد لكم من قبل واشنطن لمدة عام إضافي ولكن فجأة هأنتم تغادرون في تمام المدة المحددة لكم من الذي حدث؟ لقد أمضيت ثمانية وثلاثين عاما في الخدمة بوزارة الخارجية وأحد الأشياء التي تتعلمها في بداية مشوارك المهني أن تكون مرنا على الدوام ورغم أنني كنت أتطلع لتمديد إقامتي عاما إضافيا هنا لكي أشهد استكمال المرحلة الانتقالية إلى أن القرار اتخذ في واشنطن بأنه من الأفضل أن أعود معلوم أيضا أنكم ستتم تعينكم في موقع أو في عمل ربما يجعلكم في حالة صلة مع اليمن ومع المنطقة بشكل عام ما حقيقة ذلك؟ هذا صحيح لقد تم تكليف بالعمل في الإدارة المختصة بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا وهي مسؤولة عن علاقة الولايات المتحدة بدول عدة من المغرب إلى شبه الجزيرة العربية بما فيها اليمن وعمان إضافة إلى العراق وإيران وهي منطقة تضم ثمانية عشر دولة وسأكون معنيا بها كلها هناك من يرى بأن زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كيلينتون إلى صنعها في يناير من العام 2011 كان بداية الرفع اليد الأمريكي عن الرئيس صالح واعتبرت تلك الزيارة بأنها كانت الزيارة المشؤومة للرئيس صالح لأنها قادت إلى تغييره كيف تقيمون الفترة الأولى كيف تفسرون تلك اللحظات التي قادت إلى تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن الرئيس صالح والوقوف إلى جنب التغيير ما حقيقة ذلك؟ بكل تأكيد فقد كان هناك أمور في اليمن مثار قلق بالغ لنا وأجرينا حينها محادثات مباشرة مع صالح لسيما حول مدى جدية الحكومة اليمنية خلال فترته في جهودها لمواجهة دهديدات العنف والتطرف وبالتحديد المحاولتين الخطيرتين لتصدير الهجمات الإرهابية من اليمن إلى الولايات المتحدة في ديسمبر 2009 وأكتوبر 2010 وكان هناك قلق بأن اليمن لم يكن يقوم بدور كاملا في مواجهة جماعات العنف ومنعها من تصدير الإرهاب وممارسته ضد الشعب اليمني وبناء على ذلك فأنا أعتقد بأنه عندما جاءت الوزير كلينتون إلى اليمن في يناير 2011 أجرت نقاشات جيدة ولا يمكنني القول أنه كان هناك بالضرورة خلاف جاد بين النظام الصالح والحكومة الأمريكية فنحن لم نتخلى عن علي عبدالله صالح بل الشعب اليمني هو من تخلى عن علي عبدالله صالح وأعتقد أنه كان من المهم والصواب للولايات المتحدة كونها صديقا لليمن أن تدعم رغبات الشعب اليمني وقد تمكننا من فعل ذلك ومن الأهمية بمكان أن نتذكر أننا تدخلنا بناء على طلب ليس من المعارضة فحسب بل بطلب من علي عبدالله صالح والشباب أيضا الذين طلبوا مساعدتنا وكذا مساعدة مجلس التعاون الخليجي وأصدقاء آخرين لليمن لمحاولة التوصل إلى حلول سلمية وقد ساعدنا بالقيام بذلك لكن السيدة هيلاري كيلينتون التقت بالمعارضة وكان أول لقاء يجمع بمسؤول أمريكي بمستوى وزيرة بممثل عن التكتل اللقاء المشترك وكان مقدمة للاعتراف بدور المعارضة بشكل واضح وعلني ودعمها في عملية التغيير التي حصلت نحن نلتقي بجماعات المعارضة في أرجاء العالم وأعتقد أنه من المهم للولايات المتحدة أن تبقي أبوابها مفتوحة وأن تستمع إلى وجهات نظر الجميع فقد عقدت الوزيرة كلينتون أثناء زيارتها لليمن لقاء موسعا حيث استمعت لرجال الأعمال والطلاب والمنظمات النسوية وطيف واسع من المواطنين اليمنيين وأعتقد أنه من المهم لنا كأصدقاء لليمن أن نستمع إلى ما يقوله الناس على اختلاف مشاربهم وبنفس الطريقة كثير من الذين يزورون الولايات المتحدة قد يلتقون بقيادات المعارضة في الكونغرس أو في أي مكان آخر فذلك أمر اعتيادي في العمل الديبلوماسي والعلاقات الدولية هناك مشهد آخر يصوره البعض أثناء مجيئكم إلى اليمن ويقول أنه هناك من يرى أنه أتيتم وكأنكم تحملون البندقية بيد لمحاربة القاعدة وغصم الزيتون بيد آخر للمساهمة في عملية التغيير السياسي في اليمن كيف تفسرون هذا المشهد؟ بالتأكيد جئت إلى هنا ملتزما بتقوية وتعزيز التعاون والتنصيق بين الولايات المتحدة واليمن لمواجهة جماعات العنف المتطرفة وخاصة تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب وهذه بالتأكيد كانت سياستنا ولازالت حتى اليوم ويتضمن الشق الآخر من العلاقات بين البلدين بناء علاقات قوية مع الشعب اليمني والأطراف الفاعلة في المجتمع اليمني وهذا جزء مهم مما نريد القيام به وفي نهاية المطاف نحن نريد دعم اليمن اقتصاديا ومساعدته لمواجهة الأزمة الإنسانية إضافة إلى دعم بناء مؤسسات سياسية حكومية قوية وأعتقد أن هذا هو الوصف المناسب لما نريد القيام به كيف تقيمون المسار الحرب على القاعدة في اليمن حتى خلال هذه السنة والثلاث وما هو تقيمكم لواقع القاعدة في هذه الأيام قوة القاعدة أو مدى تأثيرها مستقبلا يمكنني القول أن القاعدة اليوم أقل قدرة عما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة أعوام أثرت نقطة مهمة هنا فقد تمكنت القاعدة خلال عامي 2010 و2011 من الانتقال إلى محافظة أبيان والسيطرة على مدينتي زنجبار وجعار وقد قام الجيش اليمني بعملية ناجحة لإنهاء تلك السيطرة في عام 2012 وأجبر القاعدة على تبني نهج مختلف وهو ما نلاحظه اليوم من هجمات صغيرة وحملات اغتيالات خطيرة وما زلنا ملتزمون مع شركائنا اليمنيين بالقضاء على تهديد القاعدة في اليمن بشكل كامل وليس لدينا أي شك بأننا قد حققنا مستوى معينا من النجاح في القضاء على قدرات القاعدة خلال السنوات القليلة الماضية وحماية الشعب اليمني وشعوب المنطقة والعالم من تهديدات القاعدة وأنشطتها الإرهابية وأنشطتها الإرهابية في مسألة التسوية السياسية في اليمن والدور الأمريكي والخليجي وأيضا المجموعة الدول الخمس في مجلس سلام هنا في الحقيقة أنا مسرور للغاية أنه منذ بداية ربيع عام 2011 وحتى اليوم استمر سفراء مجموعة الدول العشر راعية للمبادرة الخليجية في أداء دور فاعل ومتكامل في دعم التحول السياسي الذي نشارك فيه والعمل في الوقت الراهن مع أطراف الحوار الوطني وكذلك المشارك في برنامج سجل الناخبين في محاولة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية ومواجهة الأزمة الإنسانية لذلك أعتقد أن ما رأيناه منذ عام 2011 هو أن المجتمع الدولي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يعملون بطريقة منصقة ومنظمة وفي اتجاه واحد لدعم هذا التحول ومساعدة الشعب اليمني والقيادة اليمنية لتحقيق ما كانوا يصبون إليه من نجاح ينساب في الوسط السياسي اليمني إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأنكم مارستم بغوطا مباشرة على الرئيس صالح للتوقيع من خلال الرحلات المكوكية التي قام بها مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي إلى صنعاء وأيضا زيارته لصالح إلى الرياض بعد تماثله لشفاء في المستشفى ما حقيقة الدور الأمريكي في الضغط على صالح للتوقيع على المبادرة والتنحيان السلطة بكل تأكيد عاملت الولايات المتحدة وشركاؤها في مجموعة الدول العشرة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي صاحبة المبادرة الخليجية عن قرب مع الرئيس صالح وفريقه ومع أطراف المعارضة أيضا وقد أكملنا صيغة المبادرة كما تتذكرون في أبريل أو مايو عام 2011 وبقيت مسألة التوقيع عليها فقط ومنذ مايو إلى نوفمبر 2011 استمرت محاولاتنا لحل القضايا المتعلقة بالتوقيع ومن وجهة نظري فإننا توصلنا وبدون شك مع شركائنا اليمنيين إلى مبادرة منصفة للغاية منحت جميع الأطراف مخرجا جيدا من وضع صعب للغاية وكانت توقعاتنا أن جميع الأطراف التي تفاوضت ووافقت على بنود الاتفاق ستقره بشكله النهائي وتوقع عليه وكانت هذه وجهة نظرنا ووجهة نظر شركائنا في المجتمع الدولي ما هو المقابل الذي منح للصالح بالإضافة إلى الحصانة مقابل إقناعه بالتوقيع أعتقد أن المبادرة كانت متوازنة للغاية وقد مكنت جميع الأطراف السياسية من المشاركة في الحكومة وكما يقول أصدقاؤنا اليمنيون غالبا أن أهم ما في المبادرة هو أنه ليس فيها غالبا ولا مغلوبا فلم تنص على إقصاء المؤتمر الشعبي العام من السلطة ومنحته 50% من الحكومة ومثلها لأحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض وبهذا حققت التوازن ومنحت علي عبدالله صالح فرصة العيش بسلام في اليمن وأن يبقى جزءا من المجتمع اليمني بعكس ما حدث في تونس وبعكس ما حدث في ليبيا وبعكس ما حدث في مصر فقد منح علي عبدالله صالح هذه الفرصة والتي أرى بصراحة أنها هدية من الشعب اليمني وعليه أن يدرك أن هذه الفرصة هدية من اليمنيين وعليه أن يحترم إرادة الشعب اليمني هل أنتم مطمئنون على أن العملية ستتم بنجاح عملية التسوية في ظل الحوار الآن أم أن الأوضاع تبدو هشة وقد يعود العنف في لحظة ما إذا ما فشل المؤتمر الحوار الوطني ما زلت متفائلا وأعتقد أن علينا جميعا في المجتمع الدولي أن نبقى متفائلين وعلينا أن لا نقلل من أهمية نجاح مؤتمر الحوار الوطني وإذا نظرنا إلى ما كانت عليه توقعات الناس في مارس عندما بدأ الحوار وما وصلنا إليه اليوم سترى أن 90% من القضايا المطروحة في جدول أعمال المؤتمر تم حلها وهناك اتفاق على هذه القضايا وهناك قضايا قليلة ما زالت علقة وإذا نظرنا إليها كمراقبين من الخارج أعتقد أنه ليس هناك معوقات أمام حل هذه القضايا والمضي قدما وأعتقد بكل صراحة أن الوقت قد حان ليختتم مؤتمر الحوار أعماله فقد حقق أهدافه ونحتاج الآن أن ننتقل إلى المرحلة التالية من المبادرة الخليجية بحيث يتم أخذ قرارات الحوار الوطني ومخرجاته وتحويلها إلى مبادئ دستورية تقدم للشعب اليمني قريبا كما آمل للموافقة على التعديلات الدستورية ومن ثم الانتقال لمرحلة الانتخابات في عام 2014 ومنح الشعب سلطة اتخاذ القرار بشأن تحديد وجهة سير اليمن واختيار من يريدون لقيادة البلد وأعتقد أنه في مجمل الأمر إذا نظرنا إلى النقاط الأساسية في المبادرة الخليجية بما في ذلك الحوار الوطني يتوجب على الشعب أن يقتنع بذلك وأن يشعر بالفخر لما تحقق من نجاحات في مؤتمر الحوار الآن الجدل يدور حول خيارات الدولة الاتحادية دولة من إقليمين وهناك خوف أن تكون الإقليمين تمهيد العودة للانفصال أو دولة من عدة أقاليم أنتم كرعاة لهذه المبادرة للتسوير السياسي قريبون من مختلف الأطراف ما هو الخيار الذي ترونه مناسبا في خبرتكم في الواقع اليمني أو الأفضل لتحقيق الاستقرار في المنطقة أو في اليمن لم نتبن موقفا حيال ذلك وبصراحة هناك أشكال مختلفة للدولة في أنحاء العالم ففي الولايات المتحدة وألمانيا على سبيل المثال هناك نظام اتحادي يتمتع بلا مركزية قوية وفي المملكة المتحدة وفرنسا لديهم هناك أشكال مختلفة للدولة أي نظام بإمكانه تطبيق وتحقيق الأهداف المرسومة له والأكثر أهمية من ذلك هو أن أي شكل للدولة ينبغي أن يلبي احتياجات وأهداف الشعب والأهم هنا أن يكون شكل الدولة مقنعا للشعب اليمني نفسه وأرى أنه يجب أن يكون هناك شكلا من أشكال لا مركزية وإذا نظرنا إلى القضايا التي تشغل الناس كثيرا في الجنوب فهذه قضايا يمكن حلها من وجهة نظرنا بمنحهم مزيدا من حرية إدارة شؤونهم والحكم الذاتي وهذا شيء جيد أظن أن هذا ينبغي أن يكون مبدأ أساسيا وفيما يتعلق بالأقاليم وعددها وحجمها فهذه مسألة متروكة للشعب اليمني لكي يقررها دولة موحدة وهذا موقف واضح أكدته المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي التي أكدت بوضوح أن اليمن يجب أن يبقى دولة موحدة هل أنتم مطمئنون بأن الوقت كافي لاستكمال كل القضايا المتعلقة وهل تتوقعون التجديد لهذه ليكمل مشوار ما بدأه في المرحلة الانتقالية لتأسيس الدولة الاتحادية أعتقد أن موقفنا واضح ونريد أن نرى استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآخر مرحلة من المبادرة الخليجية هي الانتخابات الرئاسية وانتخابات الجمعية الوطنية ونحن ماضون في اتجاه إكمال العملية خلال العام المقبل هذا هو هدفنا وهذا التزام قطعناه للشعب اليمني نحن وباقية رعاة المبادرة الخليجية كما قطعته القيادة اليمنية نفسها وفيما يتعلق بالرئيس هادي فلدينا وذلك ليس سر بل حقيقة علاقة عمل جيدة للغاية معه ونحن نقدر المستوى القيادي الذي أظهره خلال العامين الماضيين وإذا قرر الرئيس هادي ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية وفاز بدعم كامل من الشعب اليمني فحينئذن سنعتبر ذلك محصلة جيدة سعاد السفير لا يسعنا إلا نشكركم في نهاية هذا اللقاء على ساعة صدركم لأسئلتنا كما نشكركم بشهد الكرام على حسن متابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة